كلمني عن الدورة دي وعلى الإنجازات يا دكتور والحمد لله رب العالمين كان احنا بقلنا حوالي خمس سنوات دخلنا في حاجة اسمها الرنك الدولي بالنسبة للاتحاد الدولي عامل حاجة اسمها الرنك عشان نوصل للأولمبياد فكان عندنا هدف أساسي وهو الإعداد للأولمبياد في توكيو من أربع سنوات وإحنا بنعد للأولمبياد والحمد لله وصلنا بأن الخمسة يوصلوا يتأهلوا أنهم يمسطلوا مصر في الأولمبياد فطبعا عشان أوصل للرنك ده لازم أشترك في أجندة اتحاد الدولي فكان عندنا حوالي عشرين بطولة في السنة معدل كل ثلاث أسبوع بطولة خارجية فكل الشباب اللي قدامك دولي اشتركوا في نشاط الاتحاد الدولي بالكامل كل مرة بيجيبوا رنك أعلى لحد ما النهاردة أصبحوا مصنفين رقم واحد على مستوى العالم فده ساعد أن احنا نبقى أول إفريقيا ساعد أن احنا نبقى أوائل العالم ساعد أن احنا نبقى أوائل في الأولمبياد في دورة العباح المتوسط في جميع البطولات اللي نقودها الحمد لله رب العالمين إنجاز فوق الخيال لم يحدث التفرة دي في اتحاد الكاراتية طبعا السبب الأساسي هو دعم الدولة نمرة واحد اهتمام فخامة الرئيس بالألعاب الفردية الألعاب رديع متن وبالفردية أخصها خصوصا اللعبة الكاراتية لأن تكريم الشباب دول أكتر من مرة إدى دفعة كبيرة أنهما دايما يحققهم نتائج بالضبط أدوا دفعة كبيرة أنهما لازم يحققوا ذاتهم ويثبتوا ذاتهم ويثبتوا أنهم أول عالم عشان خاطر يتكرمهم من فهامة الرئيس عشان خاطر معاني وزير الشباب برياضة يقابلهم كل مرة في المطار ويدعمهم فدي حاجة في حاجة ذاتها عملت نقلة للرياضة المصرية الحمد لله مثلا على سبيل المثال يوسف قدامك ده لعب موهوب بطريقة فوق الخيال يعني في خمس شهور أما يجيب أول عالم في خمس شهور ده حاجة إنجاز لم يحدث في تاريخ الرياضة عمتا فده الحمد لله رب العمين بنسبة للعالم كله أن مصر قادرة أنها تصنع وبرضو نفس الوضع الكابتن عبد الله ممدوح من الناس اللي هي أحسن لعب وصنف في العالم ورقم واحد على العالم ده برضو إنجاز كبير جدا لمصر البنات عندنا بسم الله ما شاء الله كان أول زهبية في مصر في الأولمبيات في ريال زهبية في تاريخ الأولمبيات المصرية بالكامل زهبية الإمراء فهي كانت في ريال والحمد لله ريم والبنات كلهم عندنا أوائل عالم خدنا زهبية العالم في الجماعي كوميتيه في دبي في طولة العالم في شهر 11 رفات ده إنجاز كبير يحدث لتحدث أكيد بتستعدوا الفريس قريبا بنستعد لكل مطلوب